تأكيد من واشنطن خلال جولة وزير الخارجية الأمريكية بالمنطقة على اعتزام إدارة جو بايدن إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية هذا التأكيد جاء في عقاب محادثات الوزير أنتوني بلينكين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الوقت نفسه كشف بلينكين أن واشنطن ستقدم مساعدات للفلسطينيين تبلغ 75 مليون دولار تشمل مبالغ مخصصة لوكالة الأونروا ولقطاع غزة ونم حائل معارضة واشنطن لأي استفزازات من جانب واحد في القدس المحتلة الولايات المتحدة تعتزم إعادة فتح قنصليتها في القدس وهذه خطوة مهمة جدا في هذه المرحلة سنقوم أيضا بتغديم الدعم العاجل للشعب الفلسطيني نحن نعمل مع الأمم المتحدة لتسهيل عملية الإغاثة في غزة سنقدم 35 مليون دولار كمساعدات للأونروا وسنقدم أيضا 5 ملايين ونصف المليون دولار كمساعدات عجلة لغزة وهناك مليونا دولار للحالات الطريقة من جانبه أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن أمله في أن تتبنى الولايات المتحدة والرباعية الدولية تحركات ديبلوماسية للتوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين مؤكدا أن الأصول إلى حل شامل هو السبيل لوقف الأحداث التي تندلع بين الحين والآخر ونتمنى أن يكون المستقبل حافلا بالنشاطات الدبلوماسية والسياسية برئاسة الولايات المتحدة والرباعية الدولية للوصول إلى حل عادل وشامل وكامل حسب الشرعية الدولية لننتهي من هذه الأعمال التي تحصل بين الفينة والأخرى وبعد زيارته لإسرائيل والأراضي الفلسطينية يتوجه بلينكين إلى مصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدما أكد الوزير الأمريكي أن القاهرة لعبت دورا كبيرا في التوصل إلى هدنة دخلت حيز التنفيذ فجر الجمعة وفي المحطة الأخيرة من جولته يزور بلينكين الأردن قبل عودته إلى بلاده اشتركوا في القناة